الآن في البداية رح نعرف خطة المادة هاي عندي أنا ويب سايت الجامعة من ويب سايت الجامعة بأدخل على تعليم الإلكتروني من التعليم الإلكتروني بالنسبة للطلب الجدد اللي سجلوا شديد في الجامعة في التخصصات عندكم سواء اللي هي في العلوم الطبي المساندة بجميع تخصصاتها رح تلاحظ في التعليم الإلكتروني في شوية توجيهات وإرشادات خاصة بالفصل الثاني للطلبة اللي هي عبارة عن دليل الطالب كيف يستخدم التعلم الإلكتروني كيف يستخدم انتحانات المستوى كيف يفعل إيميل الجامعي كيف يستخدم المايكروسوفت تيم أيضا في فيديو توضيحي لطرف التعامل مع الانتحانات الإلكترونية احنا انتحاناتنا الإلكترونية فبتمنى من الطلبة انهم يدخلوا ويتعرفوا على هاي الفيديوهات مهمة جدا في طريقة التعلم الإلكتروني عن بعد حتى تسهل عليهم بعض المفاهيم اللي مشعار فينا هاي مجرد تنويه بالنسبة لدليل الطالب الآن احنا من خلال تعليم الإلكتروني وانتوا عندكم لما تدخل على المادة تدور وين المادة اللي انت مسجل فيها احنا مادتنا علم التشريح والأنسجة هاي علم التشريح والأنسجة هذا رقمها عدد ساعتها بعمل كليك على علم التشريح انا حط لكم تنبيهات بالنسبة للتنبيهات مهمة هاي جدا يا جماعة بدي منكم انه دائما عند دخولك للمحاضرة ما تدخل من اي مكان يعني ما تدخل مباشرة من خلينا نحكي المايكروسوفت تيم وتعمل اتصال علينا تدخل في البداية للتعليم الإلكتروني وتضغط على هذا الرابط الثاني اللي هو الرابط لحضور المحاضرات فدائما ان شاء الله في كل محاضرة بتتجه للتعليم الإلكتروني بتختار مادة علم التشريح النظري وبتكبس على هذا الرابط اللي هو الرابط الخاص بحضور المحاضرات ومنه اوتوماتيكلي هذا الرابط بدخلك عندي على المحاضرة ومنشرح المحاضرة مع بعض هاي دائما وأبدا لأنه اذا دخلت من مكان آخر راح يوديك على جروب مختلف ما إلو علاقة في جروب المادة هاي التنبيه الأول التنبيه الثاني اللي راحين نحكي عنه اللي هو الكورس سيلوباس راحين ندرس بها المادة المادة اسمها Anatomy and Histology Theory هذا رقمها المادة ثلاث ساعات أنا اسم الدكتور لو اي حسونة راح أدرسكم هاي المادة الآن مكتبي موجود في كلية الصيدلة طابق الثالث هذا رقم مكتبي دائما إذا في عندكم أي سلصار أو سؤال بتعلق في المادة بتم التواصل معي عن طريق المايكروسوفت تيم اللي هو احنا الآن شغالين عليه بتبعث لي مسيج بتبعث استفسار اي شي بدك يا بتعلق في المادة من خلال المايكروسوفت تيم على شكل شات مرسيجات نشرح المادة هاي المادة هاي يعني اي شي بتتحدث المادة هاي بتتحدث عن أو الكورس دسكريبشن الخاص بالمادة هذا الكورس Introducing the students to Anatomical Terminology Service Anatomy types of tissue في هذا الكورس راح نتحدث عن المصطلحات الأناتومي بشكل عام راح نتعرف على مصطلحات الأناتومي مهمة جداً تكون عندكم معرفة ومعرفة قوية بالترمينولوجي أو في اناتومي ولأنه أغلب تخصصكم هو راح تتعاملوا مع البيشن مع الهيومن بودي فلازم تعرف كثير مصطلحات الأناتومي ولغة الحوار ما بينك في عملك سواء كان أو في بجالك أو في جامعتك اللغة العلمية هي اللي راح تكون لغة التواصل بناتنا الهيومن بودي أيضاً راح نتحدث في هذا الكورس عن التشوز عن التشوز تعرفوا أن عندي أنا كل بدي سيستم أو أورغن عبارة عن تركيب أو مركب استركيب من التشوز وهذه التشوز تتعرف عليها كيف شكلها شو تركيبها وما وظيفتها من الأمثلة مثلاً عن الأورغن راح ندرس عنها الانتجومنتري سكليتال مسكولار نيروس إن شاء الله راح نقول هاي الأورغن سنقضيها في محاضراتنا خلال هذا الفصل أيضاً راح نتحدث عن المورفولوجي اللي هو أشكال الأنسجة مورفولوجي هو علم دراسة الستركشار أو الشي الشكل بالنسبة للتكستبوك التكستبوك المعتمد إحنا استخدمنا كتاب اسمه برينسيبل أو في ناتومي أند هستولوجي للعالم ترتورة أنا أريد من خلال هذا التكستبوك عملت سلايدات محتويات هذا السلايد أو محتويات الباوربوينت مأخوذة من هذا الكتاب بإمكانك ترجع للكتاب وإمكانك ترجع للصلايدات لأنها من نفس الرسورس بس أنا لخصتها بطريبتي بحيث أنها تكون أسهل للطلب هذا بالنسبة للتكستبوك الأهداف المرجوة من هذا الكورس أتحدث عن الخلية التي لا يمكن رؤيتها بعيني مجردة الخلية هاي شكلت عندي أورغان فابننتحدث إذا ما درست المايكرو ما رح أفهم الماكرو فمهم جدا أنا لما أدرس أي تركيب أو أي أورغان بتحدث عن الخلية وبعدين بنتقل إلى الأورغان الآن الهدف المرجو الآخر من هذا الكورس أنه مستطيع أن تضع كل الهجمع مع الجمع يعني مهم جدا أنك تربط الأورغان أو السيستم يعني أربط الهارت مع المثلة الكيدني أربط النيروز مع الأورغان هاي في نهاية يعني هاي هذا المادة إن شاء الله بكون عندك القدرة حتى تربط ما بين الأورغان وتفهم شو العلاقة بناتهم رقم ثلاثة والأخير الهدف المرجو من هاي المادة إنه هاي المادة بتمكنك فيما بعد من أنه يكون عندك القدرة على فهم التركيب والوظيفة لأي أورغان نأخذه هاي أهم الأهداف المرجوة من هذا الشابتر المواضيع رح نعرضها أول شابتر في يكون عندنا إنتردكشن العلمية كيف نتعامل مع البودي كيف بقسمه شو اللغة العلمية الميديكال تيرميز لكل ريجن في الجسم راح نتعلمهم ونحفظهم إن شاء الله بعدها مندخل على التشوز من أهم التشوز اللي موجودة عندي في الجسم إبيثيليا الوكنيكتف تشو هي موجودة هنا نتحدث عن أنواحهم وتركيبهم ومواصفاتهم بعد التشو نتحدث عن المقصود فيه المقصود فيه هذا نسموه اللي هو الجلد الشعر الأظافر بعدها نتحدث عن وراح نحفظ كل العضلات إن شاء الله وبعدها بيجي عندي هنا ما في فيرس نحن عنا بالسبب الجائحة فراح يكون عنا بالتيرم راح نحكي عن توزيع العلامات يعني أول ثلاثة شابتر راح يكون فيهم بالتيرم بعدين نجعل الفاينال اللي هو الأناتومي للسيركولاتوري سيستم اللي هو الهارت مع البلود رزيلز اللينفويل سيستم رسبيراتوري سيستم دايجيستيب يوريناي سيستم وممكن نوصل للريبرودكتف إذا اصعفنا الوقت هذا الجنرال اللي داخل في المادة يعني حوالي خلينا نحكي واحد نية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بدت عنهم من ناحية الاناتومي الآن بالنسبة لتوزيع العلامات خليني أعرض الشغلة هاي إذا سمحتم خلينا أطلع من أعرض الوايت بورد الوايت بورد خليها سيستم معاين سيظهر لكم كلها بوريت شوفوا كيف توزيع العلامات توزيع العلامات عندي رح يكون مت تيرم هذا مت تيرم exam رح يكون ملت بل تشويس كوستشن كله أونلاين طبعا الانتحانات أونلاين المت تيرم عليه 35 علامة بعدين بيجي عندي الاكتيفتي المقصود فيها ثلاث أشياء طبعا هاي الاكتيفتي من 15 علامة سير المجموعة عندي 50 الاكتيفتي تقسم إلى كوزز هوم وورك واتندنس حضور الكوزز في نهاية كل شابتر راح أعطيكم كوز فبحسب أحسن كوز لكم كذلك الهوم وورك في نهاية كل شابتر وبحسب أفضل هوم وورك والحضور والحضور والغياب معاك ست غيابات مسموح لك بهم غياب السادس فما فوق تبدأ خصم العلامات من الخمس تعش عليهم في كل غياب عليه علامة خصم فأرجو لكل يكون ملتزم هاي المجموع خمسين بيظل عندي الفاينل الفاينل الإجزام عليه خمسين علامة كذلك الامتحان عن بعد مجموع مية من مية هذا بالنسبة لهاي المادة نرجع شوي للمادة نحكي عن شو المطلوب من الطالب الطالب الكورس بتمنى انه الطلب مايبيبو معكس الغيابات بعدها بيبلش الحلمان أو خصم العلامات ثاني اشي بتمنى الكل يلتزم بالمحاضرة ما في اكل ما في شرب المحاضرة 40 ل ساعة تقريبا منوخدها كلها مكدسة أو بتركز على العلم ما بنا نضيع وقتنا احنا معانا ساعة هدف وجودنا في هاي الساعة المايكلسوف التيم هو اخذ المعرفة العلمية نسق الانف وصمة بالعلم قصصها لانتم مواد طبية فلازم تكونوا جدا مركزين في هاي المواد الحكينا الهوم ورك ولكوزرس كلها راح تكون اونلاين بعد نهاية كل شابتر هذا هذا فيما يتعلق بتوزيع العلامات الهدف من هاي المادة يا جماعة في النهاية ليش انت هاي المادة بتدرسها حتى يكون عندك معرفة في البيزيك برينسبل وفي اناتومي يكون عندك معرفة او مصقول في المعرفة الاساسية الطبية حتى فيما بعدت اهلك للفيسيولوجي باثولوجي والمواد المتقدمة فارماكولوجي ممكن العدوية وهكذا هذا الهدف نمرجو من هاي المادة يعني بناء عليها تبنى تكون اساسا تقدمة بس جماعة هذا اللي كنت حاب اعرضه في اليوم ونبدأ ان شاء الله من اليوم الاربعاء القادم اول محاضرة اول محاضرة شوفوا كيف شو هي اول محاضرة اعرض لكم اياها هاي انا نرجع تعليم الالكتروني انا نحاط المحاضرة الاولى اللي هي رح تكون عن اه تشابتر انترودكشن انترمونيولوجي انا اعرضت لكم اياها بامكانكم تدخلوا عليها بعمل كليك هاي المحاضرة الاولى رح نشرح هاي الامور بامكانك تصورها تكتبها تطبعها الامر عائد اليك وبعد نهاية كل محاضرة رح انزل شرح المحاضرة اللي اخذناها تحت الشاكر مباشرة حتى تعرف تكون ترجع لهاي المحاضرات في اي وقت وكمان وقت الامتحانات تترجحها فبعد ما انت كل محاضرة بنزلها هنا بطريقة رابط الرابط هذا بوديك على المحاضرة اللي انت اخذتها معي واللي اخذناها خلال وقت المحاضرة بس يا جماعة هذا اللي رح احكيه في حدا عنده اي سؤال في حدا عنده اي مشكلة اي استفسار تفضلوا سمعين ولا لا يا جماعة اه سمعينك دكتور في عندكم اي استفسار ولا لا يا جماعة لا لا فيش اي اعطيك الهوى في طيب يا جماعة انا معاي تقريبا قديش طالب معاي 18 طالب المفروض يكون لعدد اكبر معاي ايهم روان رينات زياد سارة عبدالله الشمالي عمر الكرمي عمرو علي فاطمة لوجين لما لي مثنى جاهد محمود مهى هيا ورد فيه زكريا مش راضي يدخل ماذا عرف ليش لانه اعطينا برن علي ما رح يدخل مش راضي يدخل على المحاضرة لانا جماعة انا في نهاية المحاضرة هنا في عندي رابط على المايكروسوفت تيم بقدر انزل للحضور والغياب فبعمل الداونلود للأتندنس شيتليست بقدر عارف من عندي حضر او ما حضر في نهاية كل المحاضرة بس يا جماعة فيه اسئلة اخرى فيه ايش لا لا دك طيب جنسولي حالكم ان شاء الله اعتبارا من المحاضرة القادمة انا رح هاي المادة الاولى شايفينها او لا واضح لكم او ما حاضر خلينا انا في طلبة حابين يصوروا المادة مرة واحدة خلينا هاي الشابتر الاول نازل شابتر 1 خلينا ننزل شابتر 2 هاي شابتر 2 خلينا اعمل له شو اه اوكي بعدها شابتر 3 كل نفتر شو طبعا هاي المادة طويلة وهي اعرضت لكم اها اسف خلينا ارجع هذه انا بدي اعرض هي شو بس جماعة هاي المحاضرات اول ثلاث محاضرات اسف اول ثلاثة سوف تأخذ وقت طويل حسنا جماعة إذا لم يوجد أسئلة سأعطيكم العافية إن شاء الله سأراكم اليوم الأربعة دكتور فضلي سوف أريد أن أسألك عن شغلة أكيد اللابات كلياتها ليست تجامع أونلاين صح؟ لا فقط موادي موادي والأناتومي أنا أريد أن أعملهم عن بعض هاك المواد برجع للدكتور نفسه وبرجع طبعا أن أهم أنا لأنني درست هاي المواد عن بعد فإمكاني تصبط يعني الدرس هاي المادة عن بعد بمشي الحال لكن في مواد ما بتصبط فيها عن بعد فيها تدريب فيها اكتيبيتي فيها ريبورتس وهكذا تمام دكتور أعطيك العافية يا رب إن شاء الله عافيكم في السؤال الثاني يا جماعة إلا ما فيه أعطيكم العافية السلام عليكم أعطيك العافية دكتور أعطيك العافية